بسم الله الرحمن الرحيم رياض ومدارس جامعة الزرقاء مبحث اللغة العربية للصف السابع المعلمة ولاء شماسنا الموضوع حل تدريبات الكتاب صفحة 72 لما تم شرحه سابقا عن المصادر السؤال الأول اكتب مصادر الأفعال الآتي يجب الانتباه أن هذا الفعل ثلاثي أو مزيد بحرف قلنا سابقا أن مصادر الأفعال الثلاثية هي مصادر سماعية أي لا يوجد لها قاعدة تقاس عليها أما مصادر الأفعال المزيدة بحرف فهي مصادر قياسية ولها قاعدة نقيس عليها قاعدة مصدره قعود جهلة مصدره جهل طربة مصدره طربة أشرق مصدره إشراق ناقشة مصدره نقاش أو مناقشة السؤال الثاني اذكر أفعال المصادر الآتية الآن نريد ذكر الأفعال نزول فعله نزل أخذ فعله أخذ عطش فعله عطشة إنعام فعله أنعمة تهذيب فعله هذبة جدال فعله جادلة السؤال الثالث استخرج المصدر واذكر فعله في كل مما يأتي الآن نريد أن نستخرج المصدر وما هو الفعل المناسب له الأفعال نتعاون معا في أن نحافظ على أمن وطننا أين المصدر؟ أمن فعله أمينة با قال الشاعر قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولة أين المصدر في هذه الجملة؟ المصدر تبجيل وفعله بجلة جيم من يفهم ما يقال يستحق الإكرام؟ أين المصدر؟ إكرام وفعله أكرم دال الطمع صفة ذميمة أين المصدر؟ الطمع وفعله طمعة ها الوقوف طويلا يؤذي الجسم أين المصدر؟ الوقوف وفعله وقفة السؤال الرابع املأ الفراغ في الجمل الآتية بالمصدر المناسب مما بين القوسين الكلمات هي هبوط إعلانا الفوز خروجا تنظيم ألف حقق محمد علي كلاي فراغ في مباريات عديدة الإجابة هي الفوز حقق محمد علي كلاي الفوز في مباريات عديدة با منحت مدينة أثناء شرفة فراغ أول دورة أولمبية في العصر الحديد الإجابة هي تنظيم جيم أدهجني مشهد فراغ النسر لينقض على فريسته الإجابة هي هبوط أدهجني مشهد هبوط النسر لينقض على فريسته دال يطفق المشعل الأولمبي لإنهاء الدورة الأولمبية الإجابة هي يطفق المشعل الأولمبي إعلانا لانتهاء الدورة الأولمبية ترجمة نانسي قنقر